اليوم سوف نتحرف على طريقة كيفية المشكلة الدخول على تطبيقك الخاصية تضغطون على الضبط والإعدادات يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات تأتي إلى هذه القائمة سوف تقوم بالنزول هنا لألبحثنا عن تطبيقك الخاص السياش وبعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة تضغط على إيقاف جباري تضغط على موافق تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين وبعدها سوف تضغط على مسحة تخزين المؤقت سوف تقوم بالذهاب لمتجر جوجل تقوم بالبحث عنه سوف تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص سوف يظهر معك على هذا الشكل سوف تجد هنا تحديث تضغط عليه ليتم تحديث التطبيق وحل المشكل وبعدها سوف تقوم بالدخول إلى تطبيقك الخاص ليتم حل مشكلتك الخاصة وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله